بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنت بنعمة ربك بمبدون وإن لك لأجرا غير مبدون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنبيم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زميم أن كانها مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنزمه على الخرقون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أغسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف علينا طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين فنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهر يوم عليكم مسكين وغدوا على حرف قادرين فلما رأوها قالوا إنا لغالدون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاهين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغدون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتكين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أن لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يخشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرئهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مشقلون أم عندهم الغير فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مكروم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلكونك بأنصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم ترجمة نانسي قنقر